اهلا بكم قتل سبعة افراد من ميليشيات حفتر واصيب عشرون اخرون جراء الاشتباكات الدائرة بمحوري وصل بلاد والصابري شمال بنغازي وذلك بحسب مصدر طبي من المدينة وكشفت مصادر اعلامية محلية نجاة من القتلى نقلت الى مركز بنغازي الطبي لاتخاذ الجراءات اللازمة حيالها مؤكدة اصابة اامر التحريات بميليشيات الصاعقة مرعي لحوتي بالقرب من الفندق البلدي بالصابري مشيرة الى ان حالات باقي الجرحى متفاوتة الخطورة اكد مجلس حكما واعيان تجور ان المبادرة الوطنية للحل السياسي تحقق حلا توافقيا عادلا واساسا متينا لحل المشكل السياسي بما يحفظ هوية الدولة وسيادتها المجلس وفي بيان له دعا الاطراف المتنازعة لتغلب مصلحة الوطن والتباحث حول امكانية تنفيذ المبادرة وتوضيح مواقفهم منها وطالب المجلس الليبيين بصفة عامة لتحمل المسئولية باعتبارهم اصحاب القرار محملا في الوقت ذاته المسئولية الشرعية والاخلاقية والقانونية لكل من يرفض المبادرة دون طرح حل بديل عنها قال مبعوث الاتحاد الافريقي الى ليبيا جاكايا كيكوتي خلال كلمته في القمة الافريقية الاثنين ان عملية السلام في ليبيا تسير ببطء شديد وفق قوله واوضح جاكايا كيكوتي ان التدخلات الخارجية في ليبيا لا تساعد على تقدم عملية السلام التي يرعاها الاتحاد الافريقي والذي يبدل جهودا كبيرة لحل الازمة الليبية بالتعاون مع الامم المتحدة وفق قوله اكد او قال وزير الخارجية الايطالي انجيلينو الفانو ان بلاده تعمل في تقليص عبور المهاجرين لليبيا وتعتزم اشراك اوروبا وبلدان افريقيا الواقعة جنوب ليبيا في المهمة واشار الفانو ان المؤتمر الوزري المقرر عقده يوم الخميس القادم في روما سيشهد مشاركة بعض بلدان العبور الى ليبيا وبعض الدول الاوروبية مضيفا ان بلاده تعاونت مع ليبيا ودول افريقية لمحاولة الحد من الهجرة الى ليبيا واضاف الفانو ان بلاده تعول على الدول الاوروبية لاجل المضي قدما في ابرام اتفاقيات مع دول افريقية مجاورة لليبيا للعمل على تقليص ازمة الهجرة اكد العميد ايوب قاسم الناطق باسم البحرية الليبية على ضرورة وجود شراكة حقيقية بين ليبيا وايطاليا لمواجهة الهجرة غير الشرعية واضح قاسم خلال تصريح لقناة التناصح ان على ايطاليا تفاهم المطالب الليبية وان تعمل مع الليبيين لاسترداد الكثير من الحقوق التي كانت يجب ان تعطى لليبيا لافتا الى ان المنظمات الحقوقية الاوروبية التي تدعي انها تعمل على انقاذ المهاجرين تعتبر هذه الظاهرة كسوق وتجارة تستغلها لمصالحها الخاصة مشاهدين انتهى الموجز السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى